ليلو الأربعاء كان حامياً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتهامات وردود على الهواء مباشرةً بدأت بقول جعجع أن تيار المستقبل ضد تحالف معراب تيار المستقبل ضد هذا التفاهم؟ بكل وضوحه صراحة؟ بكل وضوحه صراحة لكن يبدو أن إعلام المستقبل بعد انتخابات الشمال هو من أوقد النار أولاً وكما يقال القصة قصة قلوب مليانة نشرت أخبار للمستقبل ساعة ثلاثة ما بلشوا بترابلوس؟ الانتخابات البلدية في شمال تكرس بطرس حرب ملكاً في جيرت النورين خيئة أحم من هك والمرضة صاروا تيار المستقبل بيتكننوا بالمرضة والمرضة والكتائب يحصدون أكتئية البلديات في الوسط والساحل خيوان أبنوا مزبوط كلام جعجع استدعى رداً فورياً من الحريري عبر تويتر وباللغة العامية كتب لا يا حكيم نحن مش ضد التحالف بس نحن كمان لنا حق نبقى وقفين مع اللي يقفوا معنا من الالفين وخمسة جعجع عاد ورد على تغريدة الحريري بالآتي سنة الالفين وخمسة يعني مثلاً من الطيار المردي الكتلة الشعبية بزحلة من هو كانوا وقفين معهم إلى آخرة إلى آخرة أكتر شيء كانوا وقفين بأربعة عشر دار من الالفين وخمسة إلى هلأ تصور حزب القوات رد جعجع دفع الحريري لإطلاق دفعة جديدة من التغريدات وكتب للتوضيح مع حفظ الألقاب اللي وقفوا معي دوري شمعون وسامي جميل وبوترس حرب ولياس المر وهادي حباش وفريد مكاري إذا حبين فيني يكمل يا حكيم أول من رشحك للرئاسة كان سعد الحريري فقط للتسكير لكن البلد أهم منك ومني واللي عطى المبادرة لإنهاء الفراغ الرئاسة هو أنت وحزب الله الأخذ والرد الذي كشفها شاشة العلاقة بين الحليفين استدركه جعجع واعداً بيحل الأمور على انفراد رح يروح شخص من قبله يفتح الشخص سعد مباشرة لأن هالأمور منها لا نشر ولا الهوى وإلى أن يصل موفد جعجع إلى الحريري تبقى تغريدة هذا الناشط خير نصيحة للرجلين إذ دعاهما إلى حل أمورهما عبر الرسائل الخاصة وليس في العلن